كلما أصبح الشيء سهل الفهم فإن حفظه يصبح سهلا وكذلك فإنه كلما صعب فهم الشيء سهل نسيانه ملخص كتاب الدليل الكامل للتحكم في الذاكرة تأليف هاري لورين قراءة ربيع السريرة الجميع يتحدث عن ضعف ذاكرته لكن لا أحد يقوم بخطوات عملية لحل هذه المشكلة لذلك يساعدك هذا الكتاب من خلال تعريفك بالخطوات العملية المناسبة لتدريب ذاكرتك وتطويرها بما يتناسب مع احتياجاتك لكن لا تنسى أن الخطوة الأولى الأهم في عملية التذكر هي الرغبة في التذكر والتي ستنتهي بدورها بتكوين روابط ذهنية لأن تذكرك لأي شيء ببساطة يرجع لحقيقة أنك قمت بإيجاد ترابط بطريقة لا شعورية بينه وبين شيء آخر تتذكره جيدا ويصبح ذلك أسهل عندما تدرك أن هذه الترابطات التي لا صلة بينها تساعدك على حفظ المعلومات المجردة التي لا معنى لها بنفس الدرجة ولكن كيف يحدث هذا السحر؟ هذا ما سوف تتعلمه الآن الفصل الأول يوجد فرق كبير بين الرؤية والملاحظة فليس كل ما يراه الإنسان يلاحظه مبدئياً يوجد فرق كبير بين الرؤية والملاحظة فليس كل ما يراه الإنسان يلاحظه ويمكن تجاوز مرحلة رؤية الأشياء إلى مرحلة ملاحظتها ومن ثم تذكرها من خلال استخدام نظام الربط الذهني بين الأشياء فتذكر أي شيء ببساطة يعني أنك قمت بإيجاد ترابط بطريقة لا شعورية بينه وبين شيء آخر تتذكره فعلاً وإن ذلك يشبه استخدامك للاختصار سألتمونيها في دروس النحو لتسهيل تذكر حروف الزيادة أو ربطك لشكل خريطة إيطاليا بشكل الحذاء فأنت تستخدم العديد من الترابطات المحددة الواعية المتشابهة في حياتك اليومية دون أن تدرك ذلك حتى إن هذه الترابطات الشعورية البسيطة هي التي تساعدك على حفظ المعلومات المجردة الشبيهة بالأمثلة السابقة في حياتك اليومية لكن كيف تكون هذه الترابطات؟ وما مدى سهولة ذلك؟ الفصل الثاني كيف يمكنك إنجاح الربط الذهني الخاص بالذاكرة القوية؟ يساعدك ربط المعلومات التي ترغب في تذكرها بصور هزلية مثيرة للسخرية في ذهنك على تذكرها فيما بعد حيث تعتمد الذاكرة المدربة على الصور الذهنية التي يتم استدعاؤها بسهولة أكثر في حال كانت هزلية وغير منطقية بأكبر قدر ممكن لذلك يمكنك تذكر قائمة من عشرين بند غير مترابط على سبيل المثال من خلال تخيل صورة ذهنية للبند الأول ومن ثم للبند الثاني مع ضرورة الربط بين الصورتين الذهنيتين المتتاليتين ومن ثم للبند الثالث وهكذا حتى تتحول القائمة إلى سلسلة صور ذهنية تنتهي كل منها بالتي تليها فلو كان البند الأول في القائمة التي تريد حفظها هو سجادة والثاني ورقة يمكنك الربط بينهما بتخيل سجادة مصنوعة من الورق أو بتخيل نفسك تكتب على هذه السجادة أو أي صورة ذهنية أخرى طالما تحرص على أن تكون الصورة المتخيلة واضحة وغير منطقية وساخرة في ذهنك لتساعدك على تذكرها دون الحاجة للرجوع إلى الكلمات أضف إلى ذلك يمكنك نظام الربط الذهني من تذكر الصور المتعاقبة تسلسليا والسبب يعود في ذلك إلى أننا نشأنا على التفكير المنطقي ولما كان تخيل صور غير منطقية يعد مهمة صعبة على بعض الأشخاص فإن حل هذه المشكلة يكمن في تخيل الأشياء على حجم أكبر من حجمها الطبيعي أو بعدد مبالغ فيه أو في حالة حركة زخمة غريبة أو من خلال الاستبدال كما في حال تخيل شخص يدخن مسمارا بدلا من السيجارة مثلا وكذلك الأمر بالنسبة لكل ما ترغب بحفظه مادام يحمل معنى بالنسبة لك لكن ماذا لو كان ما نريد حفظه هو أرقام مجردة من المعنى؟ الفصل الثالث يساعدك نظام المشابك الذهنية في التعامل مع سلاسل الأرقام الطويلة يساعد نظام المشابك على حفظ كل ما هو مجرد من المعنى خصوصا الأرقام التي تعتبر من أصعب الأشياء الممكن تذكرها لأنها مجردة وغير ملموسة ومن المستحيل تخيل صورة ذهنية عنها بصفتها لا تحمل معنى بالنسبة للدماغ إلا إذا ارتبطت بما تعرفه وتتذكره منذ فترة طويلة ولذلك فإن نظام المشابك يقوم على فكرة العد عن طريق الكلمات عوضا عن الأرقام لكي تفهم نظام العد والتذكر هذا عليك أولا حفظ الأصوات اللغوية العشرة التي تبدأ بالرقم واحد الذي يعبر عنه بالحرف D أو T لأنه يملك عصا واحدة نحو الأسفل والرقم اثنين الذي يعبر عنه بالحرف N الذي يملك سنتين نحو الأسفل وهكذا حتى نهاية الأرقام مع التشديد على أن رسم الحروف ليس مهما بقدر الصوت الصادر عنها فنحن مهتمون بالأبجدية الصوتية وبترتيب هذه الأصوات ذهنيا في النظام بطريقة تستطيع من خلالها إنتاج كلمات مفهومة تساعدك على تحويل الرقم المجرد إلى شيء ملموس فقط يساعد خلق النظام الصوتي بهذه الطريقة على حفظ الأرقام مهما كبرت من خلال تحويل الرقم إلى صوت أولا ومن ثم تجميع الأصوات لتكوين كلمات يطلق عليها اسم المشابك ومن ثم تكوين قائمة متسلسلة تضمها لكي يتم تشفيرها بصفتها كلمات مفهومة باستخدام نظام الربط الذهني وبالتالي تحليلها وتحويلها إلى أرقام مرة أخرى عند اللزوم لكن كيف يمكن تدريب الذاكرة على استخدام هذه المشابك بسرعة؟ ذلك ما سوف يكشف عنه الفصل التالي اقتباس الفن الحقيقي للتذكر هو فن الانتباه تكمن الطريقة المثلى لتدريب الذاكرة وتقويتها في تعزيز قدرتك على الملاحظة الذاكرة تشبه العضلة في العديد من النواحي ولذلك واجب تدريب الذاكرة لتقويتها إذ لا يوجد شيء اسمه ذاكرة ضعيفة بل يوجد ذاكرة مدربة وأخرى غير مدربة لأن الذاكرة ليس لها حدود وعلى عكس ما هو شائع فإن تذكر العديد من الأشياء ليس أمرا مربكا فلوسيوس سكيبيو كان قادرا على تذكر كل أسماء سكان روما وسايروس كان قادرا على تذكر اسم كل جندي في الجيش مع التشديد على أن كل أنواع الذاكرة غير المدربة هي ذاكرة أحدية الجانب إذ يمكن لأصحابها مثلا تذكر الأرقام ولكن ليس الأسماء التي تعود لها هذه الأرقام أو يمكنهم تذكر الوجوه والأسماء لكن ليس الأرقام نفسها وهكذا يبدأ تدريب الذاكرة بتدريب قوة الملاحظة فهي مهارة قبل أي شيء آخر ولذلك يمكنك التدرب عليها من خلال كتابة قائمة بمحتويات غرفتك على سبيل المثال ومن ثم فحص هذه القائمة وملاحظة الأشياء التي لم تدونها بالرغم من أنك تراها كل يوم ومن ثم تكرار هذه العملية في باقي حجرات المنزل أو من خلال محاولة وصف وجه شخص تعرفه بدقة ومن ثم التأكد من صحة وصفك ومن العلامات المهمة التي لم تلاحظها حيث إن الاستمرار في هذا التمرين سيرفع من قوة ملاحظتك بشكل كبير بمرور الوقت وبالتالي يزيد من كفاءة ذاكرتك التي تؤثر على مجالات حياتك كافة تساهم الذاكرة القوية في تحقيق الإنجازات كما وتعمل على إبهار الآخرين وكسب محبتهم في الحقيقة يساعد التذكر على التنظيم والإنجاز والإنجاز يعني إبهار الآخرين ولما كانت معظم الأفعال التي يزعم الإنسان أن مصدرها الغريزة تحدث من خلال الذاكرة فإن تذكر الحقائق والأرقام الطويلة بالاعتماد على نظام الربط الصوتي والأبجدية الصوتية والكلمات البديلة يساعد على كسب محبة المحيطين بك وانتباههم مما قد ينعكس على مجال العمل إيجاباً أيضاً تتضح بذلك أهمية نظامي التذكر الربط الذهني والمشابك والذي يعتقد أن الشاعر الإغريقي سايمونيدس هو أول من استخدم نظاماً شبيهاً به منذ سنة 500 قبل الميلاد حيث كان يستخدم حجرات المنزل وقطع الأثاث المختلفة لتكوين نظام مشابك خاص به كما ويزعم العديد من الأشخاص أنهم يخسرون هذه الإيجابيات التي تعود بها الذاكرة القوية على أصحابها محتجين بضعف الذاكرة لأنهم يخلطون بين مفهومي الذاكرة الضعيفة وشرود الذهن فما الفرق بينهما؟ الفصل السادس شرود الذهن لا يدل على ضعف الذاكرة فهو عدم قدرتك على التركيز بانتباه لكل ما تحتاج تذكره فقط الشرود هو عدم الانتباه والإنسان يتذكر ما ينتبه له حيث يخلط الكثير من الناس بين شرود الذهن والذاكرة الضعيفة فشرود الذهن ليس إلا نقصا في الانتباه ولحل هذه المشكلة فكر بكل ما تقوم به وإن لم تستطع ذلك اربط جميع الأمور التي تقوم بها بشكل روتيني بصورة ذهنية هزلية في دماغك بالاعتماد على نظام الربط الذهني كذلك يتم الخلط بين شرود الذهن وتوقف الذهن عن التفكير فعندما تقول أن الكلمة على طرف لسانك ولا تتمكن من تذكرها فذلك ليس شرودا ذهنيا بقدر ما هو توقف ذهني وإن مراجعة وتتبع الأحداث المرتبطة بما تحاول تذكره سيساعدك في حل هذه المشكلة إذ إن ما ستصل إليه من حقائق سيجعل المعلومة التي ترغب بتذكرها تقفز إلى ذهنك لذلك ضاعف إنتاجك وتخلص من مشكلة شرود الذهن وذلك باكتساب مهارة التركيز التي تساعد على رؤية المشكلة بوضوح وشمول وبالتالي تساعد على حلها بطريقة عملية حيث يعرف التركيز على أنه توجيه الانتباه إلى شيء واحد حصراً ويكون من خلال عمليات التدريب والممارسة التي تنتهي بالوصول إلى العقل المنظم لكن ما هو العقل المنظم؟ اقتباس ذاكرتك كالغربال في كل مرة تقول فيها لدي ذاكرة ضعيفة فإنك تضيف ثقباً آخر لهذا الغربال الفصل السابع تنظيم العقل من خلال التفكير المنطقي وسيلة لتحقيق الأهداف يساعد التنظيم على ضبط الحياة ككل على مستوى العمل والعلاقات الاجتماعية ولذلك يعتبر تنظيم العقل من أساسيات النجاح لما له من دور في رؤية الأشياء بوضوح والتفكير بطريقة واضحة وفعالة ولذلك عندما تقع في مشكلة يجب أن تتعلم كيفية الخروج من أنماط التفكير المعروفة التي يستخدمها الآخرون وأن تحاول التفكير من كل زاوية ممكنة من خلال التوجه لهدف معين أثناء التفكير واستغلال مصادر المعرفة والقدرات الذهنية إن تنظيمك لعقلك يعني استغلالك لقدراته بأكبر قدر ممكن ويكون ذلك من خلال التفكير المنطقي الذي يشمل التفكير الاستدلالي والاستقرائي وبما أن التفكير المنطقي والاستقرائي يعتمد على تحقق شرطين للوصول إلى نتيجة كأن نقول إن الإنسان فان وإن سقراط إنسان وبالتالي نستنتج أن سقراط فان فإن ذلك يخلق مشكلة تتمثل باحتمالية الوصول إلى الاستنتاجات الخاطئة في حال الاعتماد على شروط خاطئة كما هو الحال عند القول بأن قيادة النساء للسيارات سيئة والسيدة جينيفر سيدة فبالتالي قيادتها للسيارة سيئة وهذا خطأ فقد تكون محترفة وبما أن الوقوع في هذه الأخطاء سهل فإن الحل يكمن في تأكدك من صحة المعلومات التي تعتمد عليها دون التأثر بالإعلانات والتمرن على زيادة قوة عقلك من خلال حل الألغاز والمعضلات الذهنية وأن كل ما تنفقه من وقت وجهد وأنت تدرب عقلك وذاكرتك يساعدك على رسم ملامح شخصيتك أمام الآخرين وأمام نفسك بشكل أفضل فأفكارك التي ينتجها عقلك تشكل شخصيتك وهذا ما ستلاحظه عندما تنتهي من الفصل التالي الفصل الثامن الرغبة هي أهم دوافع التعلم وتتبعها الثقة بالنفس والمداومة على التدرب الذاكرة مرتبطة بالملاحظة بنفس المقدار الذي ترتبط فيه الذاكرة والملاحظة مجتمعتان بالاهتمام فلا يمكنك تذكر شيء لست مهتما بتذكره لذلك إذا أردت تحسين ذاكرتك أجبر نفسك على الرغبة بالتذكر والاهتمام بالتفاصيل المحيطة بك وملاحظتها حتى وإن كان الأمر يحتاج جهدا ووقتا في البداية فالإنسان يتذكر ما يحبه ويهتم به بشكل جيد وتذكرك للأشياء التي تحبها وتهتم بها يعني أنك تملك ذاكرة جيدة ببساطة وتذكر أن الثقة بالنفس أيضا تلعب دورا مهما في التذكر فثق بنفسك وكرر دائما ألفاظا مثل سأتذكر بسهولة ولدي ذاكرة رائعة بدلا من نسيت ولدي ذاكرة ضعيفة جدا وحاول الاستعانة بالكتابة بدافع مساعدة الذاكرة لكن بأقل قدر ممكن لأن الذاكرة الجيدة هي نتاج ثقتك بها وحتى لا يصير كل من القلم والورقة بدائل عن ذاكرتك التي تحاول تدريبها ولما كان التكرار وحده لا يمثل طريقة مفيدة للتعلم فإن تكرار محاولات التعلم والوقوع في الخطأ أثناء ذلك هو المفيد مع التشديد على أن فقدان العزيمة أمر وارد وتجاوزه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وإن استخدام المعرفة أثناء محاولات التعلم يعطيك القوة بمجرد وجود الرغبة فالرغبة هي العامل الرئيس في عملية التعلم لذلك بمجرد توفرها انطلق بطريقة منتظمة وحدد صورة واضحة لما تريده في ذهنك لتتعلم بطريقة أسرع وأفضل لكن تأكد من فهم كل خطوة قبل الانتقال للخطوة التالية وبمجرد إتقان جميع الخطوات يمكنك ممارسة ما تعلمته ككل بطريقة مبهرة وعلى وجه الخصوص لو نجحت بتعلم كيفية استثمار الوقت والأفكار بأفضل طريقة ممكنة تحديداً كما هو مذكور في الفصل التالي الفصل التاسع تستفيد من الأفكار عندما تستخدمها ببساطة وتستخدم الأفكار عندما تتغلب على خوفك وقلقك فالقلق يعرف على أنه القدرة الذهنية على عدم القيام بأي شيء وهو رد فعل على شكل خوف من شيء قد يحدث في المستقبل لذلك هو جهد ضاعع لا يفيد ويمكن تخلص منه من خلال التخطيط لأن التخطيط لليوم يعني تركيزاً أكبر وأخطاءاً أقل وتكون الأفكار ذات قابلية أكبر للاستخدام عندما تكون إيجابية وإبداعية فالتفكير الإبداعي لا يعتبر هبة بقدر ما هو ناتج محفزات مثل الفضول والاهتمام والانتباه ويمكن إنتاج أفكار إبداعية من خلال التدريب على الربط الإبداعي بين الأشياء والأفكار والطريقة الوحيدة للحفاظ على الوقت والاستفادة منه هي استثماره كما يجب لذلك تغلب على التردد وسيتوفر لك الوقت الكافي فالتسويف والمماطلة من أكثر الأمور التي تهدر وقتك وابدأ بتنظيم وقتك من خلال ترتيب المهام حسب الأهمية تصعدياً مما يساعدك على عدم إضاءة الكثير من الوقت في المهام الصغيرة ومن ثم حاول جعل المهام الروتينية أوتوماتيكية لكسب الوقت فقرة بارزة من الكتاب تذكر من فضلك أنه لا يوجد ما يسمى بذاكرة ضعيفة وقد يعد ذلك بمثابة صدمة لمن ظل يستخدم عبارة ذاكرة ضعيفة كعذر طوال تلك السنوات ولكنني أكرر لا يوجد ما يسمى بذاكرة ضعيفة بل توجد فقط ذاكرة مدربة وأخرى غير ذلك الخاتمة يثبت الكاتب هاري لورين في كتابه هذا أن الروابط الذهنية اللاشعورية الخاصة بالتذكر والذاكرة يمكن تنشيطها والتدرب على وسائل خلقها بسهولة وذلك بالاعتماد على روابط الذهنية بين الأشياء أو المشابك الذهنية التي تساعدك على حفظ سلاسل الأرقام الطويلة ويحتاج ذلك للاهتمام والحماس والفضول اتجاه المعلومات المراد تذكرها إضافة إلى الاقتناع بأنه لا يوجد مسمه ذاكرة ضعيفة بل هناك ذاكرة يجب تدريبها فقط